انطلقت دعوات للناشطين في ايران للعودة الى المظاهرات وتحديد اماكن التجمعات وسط استنفار امني من قبل عناصر الحرس الثوري الباسيج وانتشارهم في كافة الشوارع والميادين في محاولة للحد من اتساع رقعة المظاهرات في المدن الايرانية تجددت الانتفاضة الشعبية في الشوارع الايرانية خلال الايام الماضية في مدينة كرمنشاه وبندر عباس جنوب الاحواز وكذلك مدينة جرجان ومدينة شيراز وغيرها من المدد وسط هتافات بالموت لخامن اي والروحاني وللحرس الثوري في ظل استنفار عناصر الحرس الثوري والباسيج وانتشارهم في كافة الشوارع والميادين لمنع وصول المتظاهرين للشوارع العامة كما قام النظام الايراني بقطع الانترنت لمنع تواصل المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحد من انتشار مقاطع للتجمعات للشعب الايراني والتي كانت سببا في محاولة اخمادها خلال الاسبوعين الماضيين تأتي تلك الاحتجاجات كردود فعل لقيام النظام الايراني بضخ ميزانيته لتصدير الثورة واستنزاف اموال الشعب في حروب خارجية في سوريا والعراق ودعم بشكل مكثف ميليشياته في لبنان واليمن بالمال والسلاح واستمر بالانفاق العسكري على الحرس الثوري وعلى سياسة التوسع الاقليمي والتي واكبت تقلبات للاقتصاد الايراني واحتمال انهيار الاتفاق النووي بالاضافة للوضع المحرج لسوق الصرف الاجنبي وانهيار قيمة العملة الايرانية الذي وصل الى 4710 تومان مقابل الدولار الامريكي كل ذلك القى بظلاله على الشعب الايراني الذي يأس الحياة في ظل نظام قائم على الثورة طيلة 38 عاما ولم يصل لمرحلة الدولة حتى الان